المترجم للقناة الدكتور ريمان شنازي الذي يجرى عديد من المناصب الطبية الرفيعة في الولايات المتحدة تم تكريمه في حق خيرين خاص نظمة مؤسسة كابتك أورفنز لاكتشافه وتطويره العديد من الأدوية المستعملة في أمريكا اليوم وإذا مساهمته في مساعدة بلده الأم حيث منح مصر تركيبة خاصة لإقار سوفالي الذي أنقذ حياة الملايين من المواطنين المصابين بفيرول سي المترجم للقناة المترجم للقناة الحفل شهد أيضا كلمة مؤثرة وتكريما للدكتور إيندور إيبرهام عن رحلته مع مرض السيطان وكيف أصبح طبيبا ناجحا وتطويره لمواد غذائية صحية بالتعاون مع والدته أنا أعتقد أن هناك الكثير من الميتهائي في المساعدة المعزاقين فأكد من جميع سؤال الإستعمال أو المعاققين بالطبع من المترجم لأنفسهم من المساعدة ومن المستعمال من الضفير مستمر في المساعدة فقط لكنني أعتقد أننا كلهم يفعلون بشكل مهم لتواجه لكي ن agu MUترح أن يكون فعلنواة بشكل مهي تشير�� حيات يشيدون لكل مستعمال الإستعمال تحتاج خاصة فكل مستعمالية ومستعمال لأكد من أجتماع لأسانا من المهارات بالأيتام ساعدت خلال ثلاثة عقود أكثر من خمسة وخمسين ألف الطفل مصري مع استمرار زيادة السكانية واتفاع معدلات الفقر والتحديات يطمح القائمون على منظمة كابتك أورفنس أن تساعد برامجهم التروية والطبية كل من الأطفال والفتيات في مصر خاصة القاتلين في مناطق ريفية بعيدة عن مراكز المدن ستيفن نبيل الحوضة كاليفورنيا